بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب بكل خير نرحب بكم ونقدم لكم درسا من دروس الصف الثالث ثانوي النظام الفصلي للفصل الدراسي الثاني لما أدت اللغة العربية المستوى السادس المسار الإداري نبدأ اليوم إن شاء الله في دراسة الوحدة الثانية وحدة التواصل الشفهي التي تضم مهارات الإلقاء والخطابة وبناء الخطابة نبدأ اليوم بمراجعة لمهارات الخطابة نبدأ على بركة الله أهداف هذه الوحدة تحديد مفهوم الخطابة والإلقاء وتعد مقدمة جيدة لموضوعك وتستخدم أساليب عرض تثير الانتباه وتضمن الفهم تضفي المتعة والجاذبية على حديثك وتستخدم أساليب بليغة لأداء رسالتك وتتمكن من مهارات الإلقاء وهي الجراءة والطلاقة وسلامة الضبط وسلامة الوقفات والتنغيم وتلوين الصوت وأخيرا تتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين ودمجهم بروح الخطبة مهارات الخطابة نبدأ بتمهيد بسيط ما المقصود بالخطابة في هذه الوحدة الخطابة التي نقصدها في هذه الوحدة ليست الخطابة التقليدية وهي ليست أيضا الخطبة العامة التي تلقى على جمع من الناس بصوت عالي فقط إنما هي أبعد من ذلك بكثير فهي تشمل أنواع الكلام المقول المخطط والمنظم الموجه لعدد من الناس سواء كان هذا العدد كبيرا أو كان قليلا ومحدودا أيضا نقل المعلومة من فرد إلى آخرين أحدهما مرسل نطلق عليه اسم خطيب أو متحدث والآخرون هم المستقبلون ونطلق عليهم اسم الجمهور أو المستمعين كذلك تستهدف الخطابة التأثير في الجمهور وميوله وتفكيره وسلوكه بالصورة التي تتماشى مع أهداف المرسل أي الخطيب على هذا لابد أن نفهم الخطابة على أساس أنها عملية اتصالية لسببين أولهما هناك أسس عامة ومشتركة بين جميع مستويات وأشكال الاتصال وبما أن الخطابة تعد شكلا تطبيقيا للاتصال إذن يتوجب علينا فهم هذه الأسس حتى نفهم الخطابة ثانيا توسع هذه المعرفة مداركنا بالخطابة على أساس أنها موقف خطابي لنقل المعلومة وتأسيس علاقة بين طرفين يريد أحدهما تحقيق هدف من الثاني ما المقصود أو ما تعريف الخطابة تعرف الخطابة بأنها سلوك السني يعتمد على إيصال المعلومة عن طريق الإلقاء الشفهي وغير الشفهي المخطط له تتمثل في تفعيل التعاون لاستمالة الجمهور لقبول فكرة أو إحداث تغيير في اتجاهات أو أفكار أو سلوك الجمهور سؤال نطرحه هنا كيف تتم عملية الخطابة؟ هل فقط هي مجرد خطيب يظهر ويلقي أمام المستمعين؟ أم ماذا؟ لاحظ معي الشكل الأول والشكل الثاني ما الفرق بينهما؟ الشكل الأول الخطيب يرسل الرسالة إلى المستمع أما الشكل الثاني فالخطيب يرسل للمستمع وكذلك المستمع يرسل للخطيب ما الفرق بين النموذج الأول والنموذج الثاني؟ لاحظ هنا في النموذج الأول الخطيب يلقي خطبته دون معرفة دور المستمع مجرد أنه يلقي الخطبة وينتهي أما النموذج الثاني فالخطيب يلقي الخطبة على المستمع ويجد تجاوبا من المستمع مع هذه الرسالة وبهذا نموذج تتم عملية الخطابة فهي تجاوب بين الخطيب والمستمع أهمية الخطابة تكمن أهمية الخطابة في أنها تساعد على زيادة التأثير الشخصي وإثبات المرء لوجوده وهما أمران مهمان بالنسبة للنجاح المهني كذلك تساعد على بناء تقدير الذات وتتيح لك الوصول إلى الكثير من الناس في نفس الوقت أيضا يمكن أن تلهم وتحفز الناس على اتخاذ مسار معين من الإجراءات وكذلك الخطبة أو الكلمة الفعالة تسهل من عملية صنع القرار بشكل أفضل عناصر الخطابة ما هي عناصر الخطابة؟ نبدأ أولا بالخطيب ثم بعد ذلك الخطبة ثم الوسيلة التي تنقل الخطبة وآخيرا المستمع الذي يستمع إلى الخطبة الخطيب ويقصد به المرسل ما معنى كلمة مرسل؟ المعنى البديهي طبعا لكلمة مرسل هو المتحدد أو المتكلم ولكن في حقيقة الأمر يشمل المعنى أنشطة اتصالية متعددة تتركز جميعها حول إرسال المعلومة بالكلام أو بالرمز سواء كانت وجها لوجه مثل المحادثة الخطبة المناظرة المفاوضات أو كانت عن طريق وسيلة كالكتاب أو التلفاز ومعنى ذلك أن المرسل أو الخطيب هو من يقوم بالإبلاغ أو الإيصال حتى لو كان بالرمز سؤال هنا من هو المرسل الناجح؟ ما رأيكم عزائي الطلاب؟ من هو الذي ينجح في إرسال رسالته؟ بالتأكيد المرسل الناجح هو من يستطيع أن يقنع الناس برأيه ويؤثر فيهم ويحصل على ما يريد منهم بهذا الشكل يكون الخطيب ناجحا ننتقل وعزائي الطلاب إلى صفات الخطيب الناجح من أول هذه الصفات المستاقية وهي التي تجعل المتحدثة مؤثرا مثل الأمانة والصدق والسمعة والنزاهة وأيضا الإلمام بالموضوع ونقصد به توفر المعلومات الكافية التي بواسطتها يتمكن المرسل أو الخطيب من التحكم في الموقف الاتصالي وتوليد الثقة في نفسه أيضا الخبرة الخبرة في الاتصال هي علاقة المرسل بالموضوع وأهليته في الحديث عنه بواسطة هذه المستاقية يستطيع المرسل تكوين علاقة مع المستقبل يحصل بها على ثقة المستقبل فيه فيكون مصدرا موثوقا به وبالتالي تنعكس هذه العلاقة على تسليم المستقبل بمحتوى الرسالة والتأثر بها نأتي بعد ذلك من صفات الخطيب الناجح أيضا مهارات الاتصال وتتضمن هذه المهارات القدرة على استخدام كل الوسائل المؤثرة والتي منها استيعاب وتجاوب ورد فعل المستقبل كذلك سرعة الاستجابة لها وأيضا معرفة اتجاهات ودوافع المستقبل ومعرفة طبيعة الموقف الاتصالي وكذلك الإلمام بفنون الإقناعي والتأثيري في الآخرين وتلبية اهتمام المستقبل الوسيلة وهي العنصر الثالث من عناصر الخطابة ويقصد بها القناة التي تحمل الرسالة أو معانيها وانتنقلها إلى الآخرين والسؤال هنا ما الوسائل المستخدمة في الخطابة هناك قنوات مباشرة وقنوات غير مباشرة فما هي وما الفرق بينها القنوات المباشرة هي القناة البصرية والقناة السمعية والقناة الجسدية ويطلق عليها اسم القنوات الشخصية أما القنوات غير المباشرة فهي مثل الراديو والتلفاز ووسائر التواصل كالجوال والأيباد إلى آخر ذلك المستمع وهو المستقبل وهو الذي يستقبل الرسالة التي يرسلها المرسل وقد يكون المستقبل فردا واحدا أو عدة أفراد أثناء الاتصال الذي يحدث وجها لوجه وقد يتكون من عدة مئات كما يحدث في الخطابة أو قد يكون المستقبل عدة ملايين من الناس كما في الاتصال الذي يحدث من خلال وسائل الإعلام ولكن السؤال هنا كيف تتم عملية الاتصال لدى المستمع لماذا هنا ونخص المستمع ما دور المستمع هل المستمع له دور في الخطبة نعم دور المستمع يكمن في فهم الخطبة وفك رموزها لذلك يشترك المستمع في عملية الاتصال الخطابي وذلك عن طريق أولا الإصغاء فالخطيب يلقي خطبته ويأتي دور المستمع في عملية الاتصال فيصغي لما يقول الخطيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة التفكير فالمستمع يجب عليه أن يفكر في الكلام الذي يسمعه من الخطيب وبعد أن يفكر نأتي إلى التجاوب فلذلك يتضح لنا أن المستمع يشترك مع الخطيب في فعل الاتصال الخطابي وهذا ما يجعل الخطيب يهتم بصفات المستقبل وتحليل المستمعين ما العوامل والصفات التي يعتمد عليها الخطيب في تحليل المستمع ذكرنا قبل قليل أن المستمع يشترك في العملية الاتصالية فلذلك لا بد للخطيب من عوامل وصفات تساعده في تحليل المستمع العوامل والصفات التي تساعد الخطيب على تحليل المستمعين في مجال الخطابة يهتم الخطيب بالمستمع لأسباب كثيرة منها فهم ميول المستمع ورغباته كذلك لكي يجعل الخطبة تتماشى مع تلك الميول وأيضا يختار الموضوع المناسب لهم يختار الأفكار التي تلامس احتياجاتهم يختار الأسلوب المناسب لميولهم ورغباتهم لإيصال تلك الأفكار وفي سبيل تحقيق ذلك كله يعمل الخطيب على تحليل المستمع من خلال الصفات والعوامل التي تساعده على ذلك وأول هذه العوامل هو العمر يعرف الخطيب الناجح أن إلقاء خطبته عن موضوع واحد في عدة مناسبات يتطلب منه أن يغير أسلوب الخطبة لماذا؟ لكي تلائم أو تتلائم مع أعمار جمهور كل مناسبة فالخطبة التي تلقى لجمهور المستمعين في مرحلة الشباب ليست نفس الخطبة التي تلقى على كبار السن كذلك الخطب في المرحلة المتوسطة أو المحاضرات في المرحلة المتوسطة تختلف اختلافا كليا عن الخطبة أو المحاضرة التي تلقى في المرحلة الثانوية وذلك بسبب اختلاف الأعمار بين الطلاب أيضا من العوامل والصفات الجنس هناك اختلاف في درجة الإقناع بين النساء والرجال كذلك التكوين الاجتماعي ويتضمن العوامل الاجتماعية والنفسية وكذلك التعليمية والاقتصادية أما الذكاء فيجب على الخطيب معرفة درجة الذكاء العام للمستمعين وعدم نزوله بمستوى الخطبة دون مستوى ذكاء الحضور وكذلك عدم الارتفاع بمستوى الخطبة بصورة تتخطى إدراك الجمهور لها فالخطبة التي تتناول ظاهرة علمية مثلا لجمهور متخصص تختلف في إلقائها للجمهور غير المتخصص لماذا؟ اختلاف درجة الذكاء بينهما تفرض على الخطيب تقديم الأدلة العلمية للجمهور المتخصص بينما تفرض عليه توضيح أثر هذه الظاهرة على الناحية الاجتماعية للجمهور غير المتخصص أيضا من العوامل التي تساعد الخطيب على تحليل المستمعين وهو الميول تلعب ميول المستمعين واتجاهاتهم الفكرية دورا مهما في تنويع شريحة الجمهور وبالتالي في اختلاف تأثرهم بالخطبة وفهمها لذلك فإن الخطيب الماهر هو الذي يميز هذه الفروق بين المستمعين بعد ذلك نأتي إلى الأثر تتضمن طبيعة العلاقة الاتصالية بين كل من المرسل والمستقبل وبين الخطيب والمستمع حدوث شيء ما نطلق عليه إصلاحا الأثر وهو يعد نتيجة حتمية لما يحدث بينهما فالأثر هو عملية إجرائية شاملة في الخطابة حيث أصبح هناك تركيز على تفاعل الخطيب مع البيئة وبصورة أوضح مع أفكار المستمعين والتعبير عنهم من العوامل والصفات أيضا التجاوب والتجاوب يقصد به كل ما يفعله المستمع تجاه المرسل أي إرسال شيء ما من المستقبل إلى المرسل يتضمن التفاعل والحوار ويلعب التجاوب دورا مهما في حياتنا اليومية لأننا لا نستطيع أن لا نتجاوب أبدا أخيرا الموقف الاتصالي ويقصد به جميع العوامل المكونة والمؤثرة في تشكيل الفعل الاتصالي فالاتصال يعد نتيجة عوامل كثيرة منها الحالة النفسية لكل من الخطيب والمستمع وهناك حالة الجو والمكان الذي يحدث فيه الاتصال وكذلك الوقت والزمن الذي يتيح فيهما العمل الاتصالي بالإضافة إلى الشعور الكامن لدى الخطيب والمستمع لمجريات الأحداث في البيئة المحيطة بهما والخطيب الفعال هو الذي يراعي هذه العوامل مثله مثل مشاعر الأديب والشاعر الذي يراعي مقتضى الحال ننتقل إلى تدريبات بسيطة لنراجع ما سبق ذكره السؤال الأول ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية الخطابة هي وسيلة إلقاء الكلام بصوت مرتفع ما هي الإجابة؟ الإجابة خاطئة تساعد الخطابة على بناء تقدير الذات والإجابة بالتأكيد صحيحة التلفاز والراديو قنوات مباشرة تستخدم في الخطابة هل الراديو والتلفاز قنوات مباشرة تستخدم في الخطابة أم لا؟ والإجابة لا القنوات المباشرة هي القنوات البصرية والسمعية والجسدية أما الراديو والتلفاز فهي قنوات غير مباشرة الإلمام بما يفكر فيه الجمهور يساعد الخطيب على اختيار الموضوع المناسب للمستمعين بالتأكيد الإجابة صحيحة يقصد بالتجاوب هو كل ما يفعله المرسل تجاه المستمع هل المقصود بالتجاوب هو ما يفعله المرسل تجاه المستمع أما العكس الإجابة هنا خاطئة والصواب هو كل ما يفعله المستمع تجاه المرسل اختلاف درجة ذكاء الجمهور تفرض على الخطيب تقديم الأدلة العلمية للجمهور غير المتخصص هل الخطيب يقدم أدلة علمية للجمهور غير المتخصص الإجابة خاطئة فالأدلة العلمية تقدم للجمهور المتخصص يجب على الخطيب أن يغير أسلوب الخطبة لكي تتلائم مع أعمار جمهور كل مناسبة بالتأكيد الإجابة هنا صحيحة أكمل العبارات التالية يشترك المستمع في فعل الاتصال الخطابي عن طريق ماذا؟ قلنا لكم دور المستمع ما هو في عملية الاتصال لا بد ماذا؟ قلنا يصغي ثم أحسنتم يفكر وبعد التفكير يبدأ في التجاوب قنوات مباشرة تنقل الرسالة إلى الآخرين ما هي القنوات المباشرة التي ذكرناها وسميناها القنوات الشخصية وهي القناة البصرية وأيضا القناة الشفهية وأخيرا القناة الجسدية والمقصود بها حركة الجسم من هو المرسل الناجح؟ من هو المرسل الناجح؟ المرسل الناجح هو من يستطيع ماذا؟ أن يقنع الناس برأيه وكذلك يؤثر فيهم ويحصل على ما يريد منهم ختاما أعزائي الطلاب نطرح هذا السؤال ماذا تعلمنا اليوم؟ نريد أن نلخص النقاط والعنوين الرئيسة التي ذكرناها في هذا الدرس أولا ذكرنا تعريفا للخطابة فمن منكم يستطيع أن يذكر هذا التعريف أو جزءا منه فالخطابة هي أحسنتم هي سلوك السني يعتمد على إيصال المعلومات عن طريق الإلقاء الشفهي وغير الشفهي كذلك تعرفنا على أهمية الخطابة قلنا بأنها تساعد على زيادة التأثير الشخصي وإثبات المرء لوجوده وكذلك تساعد على بناء تقدير الذات وتتيح لك الوصول إلى الكثير من الناس ويمكن أن تلهم وتحفز الناس على اتخاذ مسار معين من الإجراءات وكذلك تساعد وتسهل في عملية صنع القرار بشكل أفضل أيضا تعلمنا اليوم عناصر الخطابة وهي ماذا؟ من يذكرها لي؟ الناصر الخطابة هي أخ خطيب والخطبة والوسيلة والمستمع أطرح سؤالا من هو الخطيب الناجح؟ أو من هو المرسل الناجح؟ نقول هو الذي يستطيع أن يقنع الناس برأيه ويؤثر فيهم ويحصل على ما يريد منهم ذكرنا أيضا صفات الخطيب الناجح وهي المصداقية ومهارات اتصالية كذلك الوسائل ما هي الوسيلة؟ أو القنوات التي تحمل الرسالة قنوات مباشرة وقنوات غير مباشرة أيضا تحدثنا أيضا عن دور المستمع في فهم الخطبة وفك رموزها وقلنا لابد أن يشترك مع الخطيب بالإصغاء والتفكير ثم التجاوب وكذلك بينا أيضا أهم العوامل التي يعتمد عليها الخطيب في تحليل صفات المستمعين وهي ماذا؟ العمر والجنس والتكوين الاجتماعي والذكاء والميول وكذلك الأثر والتجاوب وأخيرا الموقف الاتصالي أشكر لكم حسن استغاءكم واستماعكم دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح نلتقي بكم إن شاء الله في درس قادم مع مهارات بناء الخطبة نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر